جولتنا الاقتصادية تتركز على الشأن المحلي حيث كشفت مصادر اقتصادية مطلعة بدء تنفيذ خطوة جديدة لتعزيز قيمة الريال يمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام القيلة المقبلة إلى جانب الوديعة الخليجية المرتقبة وذكرت المصادر بأن جهودا حكومية حثيثة تتجول استيناف انتاج وتصدير النفط اليمني من محافظتي مارب وشبوة وتعتمد الموازنة العامة للدولة في اليمن على 70% من الإيرادات النفطية والتي تصدر حاليا أكثر من 50 ألف برميل يوميا وجه البنك المركزي في عدم بإيقاف ترخيص وتجميد 16 شركات ومنشأة صرفة في عدد من المحافظات مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل المصرفية وأوضح جميع تصرفين اليمنين أن قرار إيقاف التراخيص وتجميد الأرصد جاء على خلفية مخالفة تلك المنشآت والشركات القوانين والأنظمة وتعليمات البنك واستمرار تعامل مع المضاربين وتسييل عمل بالتعامل مع مجموعات التواصل الاجتماعي للمضاربة بالعملات دشن فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحجة لحملة الميدانية الشاملة لإغلاق منشآت الصرافة المخالفة وغير مرخصة بمديريتي الحوطة وتوبن وأوضح المدير عامل فرع البنك أنه تم إغلاق 15 منشآت الصرافة غير قانونية في مديرية الحوطة ومناطق الصبر والفيوش والعند بمديرية توبن مؤكدا أن حملة الإغلاق مستمرة وتجرى بطريقة قانونية وطبقا للوائح وأنظمة البنك المركزي التي تنظم أعمال مزاولة المهنة تتفاقم أزمة الغاز المنزلي في الصنع والمناطق الخضعة لسيدرة ميليشيا الحوثي رغم تقادر ناقلات الغاز من مارب بشكل يومي وقال مواطنون أن أزمة الغاز تتضاعف يوما بعد آخر وسط انتعاش السوق السوداء التي تبيع الستوان بأكثر من 15 ألف ريال ويواجه المواطنون صعوبة في الحصول على السوداء بسعر 4500 ريال لانعدامها رغم البحث عنها لعدة أيام للحصول عليها من الوكلاء وعقال الحارات ومحطات بيع الغاز الرسمية وضاعفت أزمة الغاز المنزلي معاناة المواطنين وأصبحت الطوابير روتينا يوميا أملا في الحصول على السوداء وصد تكرر الأزمات المعيشية وتلاحقها والتي تحول ثلاث كابوس يؤرق حياتهم ويدفعون فاتورته منفردين وأخيرا قالت مصادر إعلامية أن ميليشيا الحوثي تواصل احتجاز المئات من ناقلات الوقود القادمة من مارب وحضر موت مدينة الحزم بمحافظة الجوف برغم الأزمة الخانقة التي تمر بها صنعاء وأضافت المصادر أن الميليشيا تواصل رفض السماح لأكثر من 600 ناقلة محملة بالبنزين بالعبور من مدينة الحزم باتجاه صنعاء موسيقى موسيقى موسيقى